شاهدي شوف تيفيت بارك لاريكم فهد البت المباشر مباشرة من عاصمة الشرق تحية طيبة أمطار الخير لا زالت مستمرة في مدينة وجداء ولكن الساكينة باقيها متخوفة انه يقع السيناريو ديال مدينة تيتوان بعد المنازل التي لا يوجدون من المتبورات توقع فيهم مشاكل لو لا تدخل رجال المطافي وكذلك بعد الأحياء كان فيهم اكتشيضات المياه بسبب عدم الصيانة ولكن بعد ذلك تدخل الصيانة وتدخل القوادس وتنقا يعني رجعت الأمور عادية إذن هناك خلل دائما في المدين بسبب الفيضانات أو التركم المياه يكون سبب شركة الصيانة ليس يقوم بالعمل إلى صيانة يقوم بالنسبة لي بسبب الوضع تنقا يجب المياه تغمر بعد الشوارع مثلا اليوم لاحظت شارع وكان أن تعمر بالماء ولكن دابة 5 يام قريبا إلى 4 يام يجب المدينة في مدينة وجدة ولكن باقي الأمور هذا الماء بسرعة يتفرق في الطرقان من أسباب الفيضانات والعمورية هي عدم الصيانة يجب أن تكون صيانة للمرافق هذه قضية صعبة جميلة لأن الجماعة تنسق مع الراديو لأنهم يجب أن تكون صيانة لأنها تكون صيانة كما تكون صيانة حتى العبادة لأن القوات السيانة حتى أستطيع أن تكون صيانة وعيدة أن القوات السيانة تكون صيانة يعني أنه كان خلال من الشركة سيانة وليس في البنية التحتية يدب هذه أربعة أيام الحمد لله مدينة وجدة ولكن صراحة الناس قد قلت لك الحمد لله كانت تبقى هكا يعني قطارات القيقة لا تكون هذه الشتال قلت لك اخفنا إلا وقع لنا بحل تيطوان ولا لا يستهروا إلا هذه صراحة يعني رشته لا تريد ولكن زخات مطارية قليلة لكن لا تشوفوا غليبا هنا أو في الأرض مثلا الشارع التي أمامي هذه تصورتها ممتلئ بالمياه وكي جات شركات الصيانة قدت الأمور مرددها هذه الشارع أحرق لأن صيانة من أسباب كوارث التي نرى هذه المحالة فيضانات ومعنى الشوارع بالمياه لا يتجد حركات الصيار وحتى تنقل المواطنين من مكان المكان. هناك انت واجدوا بشاريع الدرفو فيه. حيث كينا الشتان لتحت واحد الشجارة مخبئة. وكنصور لكم الاجواء من هنا اياه. هناك اجواء جميلة صراحة اجواء ديال ان شاء الله سوف يكون ربع هذا العام سوف تكون مجموعة الامر ان شاء الله سوف يكون لشيح واجه لزوينين. نحن في وسط المدينة تقاطع ديال شارع الدرفوفي شارع محمد الخاميس معروف وطنيا اكبر الشوارع الخلب النابض هذا المنطقة هذي كما كتفوا الخلب النابض ديال المدينة توجدها. كل شيء يهبط لهذا السنتر فيل يقدر يحواجه محاميين اطباء الكلينيك. مهم. المدينة العتقال واسواق. دول الله يعني. انتظروا. انتظروا. وليس لكي يؤدي اعطيها الناقض من نفعه نتمنى وما يوقع الناج وحل يوقع في مجموعة المدينة المغربي احاولوا نتحركوا شوية اقربا شوية من عجواء اكثر. مجموعة المدن الحمد لله حتى انه البارحة تم الاعلان في الشمال يعني قعد السودود اللي كانين تم تبارك الله 100% مش تعقوب لانه كميات مهمة اللي طاحت المغرب هات السنة هذه ان شاء الله غلي تكون الفلاحة كل موسم جيد للفلاحين هنا الفلاح هو المتضرر اكبر من الجفاف من الفلاح الى ما استفتش مهار الفطرات على الامطار وكذلك يعني التنزه والشوارع ويعني الماضيات الطبيعية حمد لله كما تعرف وحنا مغرب معروف بالغابات وبالاشجار وبالجموعة العمور اذا اخوتي اخواتاتي حاولنا نقل لكم من الاخبار مباشرة من مدينة وجدة تحياتي 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 تحياتي